السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله وقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منال صالح الغريب معلمة للمرحلة الابتدائية لطلابي وطالباتي المبدعين في الصف الأول ابتدائي معي في مادة لغتي للفصل الأول فأهلا وسهلا أبنائي وبناتي معي في درسي لليوم عنوان درسنا هو عن حرف الواو المجال المستهدف هو المجال المعرفي المجال المساند هي المهارات الحركية الدقيقة الهدف العام من الدرس أن يتعرف الطالب والطالبة على الحرف واو أهداف الدرس الذي أسعى معكم إلى تحقيقها بإذن الله أولا أبنائي وبناتي أن يحفظ الطالب والطالبة شكل الحرف واو ثانيا أن يستخرج الطالب والطالب الحرف واو منفصلا وجزءا من الكلمة ثالثا أن ينطق الطالب والطالبة حرف واو بالحركات الفتحة والضمة والكسرة رابعا أن يسمي الطالب والطالبة صورا تحتوي على الحرف واو أخيرا أن يكتب الطالب والطالبة الحرف واو منفصلا وجزءا من الكلمة نعلم جيدا أن للحرف واو أصوات مختلفة ممكن نضيف لها الفتحة ويصبح صوت الواو ماذا؟ من يستطيع أن يقرأ لي صوت الواو بالفتحة؟ كيف يقرأ؟ أحسنتم رائع إذن نقول وا وا الواو مع الفتحة نقول وا وا وحين نضيف الضمة على الواو كيف يصبح صوت الحرف؟ أضم شفتاي مع الضمة إذن نضم شفتاي مع الضمة ونقول وو وو وإذا ظهرت الكسرة ماذا نقول؟ أكسر الشفة للأسفل ونقول جميل وي وي إذن نقرأ معا و مع الضمة و مع الكسرة وي أحسنتم مرة أخرى نقرأ الواو مع الفتحة نقول صوت الواو يصبح وا مع الضمة و مع الكسرة وي هيا نسمي الصور المعروضة قبل أن ننتقل إلى تسمية الصور المعروضة أمامنا أريد أن أشاهد أبنائي وبناتي ماذا أحمل بيدي الآن؟ ماذا أحمل بيدي؟ ما هذا؟ وردة أحسنتم و وردة تبدأ بأي حرف؟ حرف سبق وتعلمناه معا ما هو؟ حرف الواو و وردة تبدأ بحرف الواو التقطنا صور ننطلق أنا وأنتم نطلع عليها ونشاهدها في استراتيجية شريطة الذكريات ماذا يوجد في الصورة الأولى يا ترى؟ ما هذا؟ صوص صوص أحسنتم صوص من يشير على حرف الواو؟ أحسنتم هنا حرف الواو أين ظهر؟ في الوسط في الوسط نلاحظ قبله حرف وبعده حرف إذا حرف الواو ظهر أين؟ في وسط الكلمة ممتاز نعود مرة أخرى إلى شريط الذكريات ونشاهد صورة مختلفة ماذا تشاهدون أمامكم؟ من يحاول أن يقرأ الكلمة؟ دواء 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 هنا أبنائي وبناتي بأي حرف؟ ممتاز أبنائي وبناتي دواء إذا دواء تبهر بأي حرف؟ حرف الواو أحسنتم في وسط الكلمة دواء دواء حرف الواو هنا في وسط الكلمة ممتاز ننتقل إلى الكلمة التالية كلمة ماذا؟ ما هي الكلمة التي أمامنا؟ ما الصورة المعروضة؟ و وجه أحسنتم و وجه إذا و وجه صورة المعروضة أمامنا هي ماذا؟ وجه و وجه أحسنتم أين ظهر الواو في كلمة و وجه؟ أين ظهر الواو هنا؟ في أول الكلمة نلاحظ ليس قبله حرف إذا حرف الواو ظهر في أول الكلمة في كلمة وجه كلمة مختلفة وصورة مختلفة كلمة دلو دلو حرف الواو هنا أين موقعه؟ في الكلمة في الأول في الوسط في الأخير وليس بعده شيء أحسنتم ظهر حرف الواو في آخر الكلمة في كلمة دلو دلو ما هو الحرف الذي تعلمناه أبنائي وبناتي؟ هو حرف الواو أحسنتم سنكتب حرف الواو بأشكاله في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة متصلا نشاهد معاً أبنائي وبناتي كيف نكتب حرف الواو في أول الكلمة؟ يظهر حرف الواو كيف في أول الكلمة؟ نلاحظ دائرة فوق السطر أرسم دائرة فوق السطر وننزل للأسفل إذن دائرة فوق السطر وأنزل للأسفل أحسنتم هكذا تكتب حرف الواو أمامنا هنا دائرة بعد ذلك أنزل عن السطر وأرفع قليلاً هكذا نكتب حرف الواو لاحظوا حرف الواو في أول الكلمة لا يمسك بأحد حرف الواو حرف رافس لا أستطيع أحداً أن يمسك به وسط الكلمة هل يمسك أحد؟ نعم، ولكنهم يخافون أن يرفسهم لذا يمسكون بحرف الواو من أين؟ أحسنتم من الخلف نشاهد معاً كيف يمسك حرف الواو فقط الحرف الذي قبله إذن حرف الواو يمسك الحرف الذي قبله نمد خط بعد ذلك نرسم دائرة على فوق السطر وننزل قليلاً ثم نرفع سنة قصيرة فقط هكذا نكتب حرف الواو لاحظتم؟ إذا ظهر في الوسط فقط يمسك من قبله أما لا أحد يستطيع أن يأتي أمامه ماذا سيفعل بهم حرف الواو؟ سيرفسهم بعيداً إذن وضعنا الكسرة يصبح صوت الحرف وي في آخر الكلمة متصلاً يشبه تماماً ماذا؟ وسط الكلمة أحسنتم لأنه في آخر الكلمة مثل وسط الكلمة هو لا يمسك أحد حتى لو جاءت في الوسط هو لا يمسك من يأتي بعده في آخر الكلمة متصلاً ينجد شيء بعده وأيضاً هو لا يمسك لو كان هناك شيء بعده نمد خط قبل حرف الواو حتى يمسك الحرف الذي قبله بعد ذلك نرفع دائرة للأعلى وننزل قليلاً ثم نرفع سنة قصيرة كذا نكتب حرف الواو في آخر الكلمة منفصل يأتي مستقل تماماً مثل في أول الكلمة لاحظتم جداً سهل حرف الواو في كتابته طيب كيف نتدرب على كتابة حرف الواو أولاً أبنائي وبناتي نشاهد هنا نموذج لحرف الواو كيف كتب دائرة لاحظوا الدائرة مغلقة بعد ذلك ننزل للأسفل ونرفع سنة قليلة قد نكتب داخل حرف الواو مفرق وأتدرب وأتدرب بعد ذلك وأكتب فوق ماذا خط مضلل أكتب حرف الواو فوق خط مضلل وأتدرج وأكتب حرف الواو فوق نقط متقاربة لاحظوا النقاط متقاربة حتى أتدرب على كتابة حرف الواو بشكل صحيح بعد ذلك أكتب حرف الواو من نقط متباعدة لاحظتم كتبت حرف الواو من نقط متباعدة بعد ذلك أكتب حرف الواو بشكل مستقل من نموذج أمامي هذا هو النموذج معروض أمامي إذا أحاول أن أرسم دائرة بعد ذلك أنزل عن السطر قليلاً وأرفع سنة قصيرة إذا في البداية كأنه يشبه حلوة ماذا السكاكر أو حلوة المصاص بعد ذلك أرنزل قليلاً وأرفع السنة حتى تختلف عنها لاحظتم كيف كتبنا حرف الواو سننتقل الآن أنا وأنتم إلى حل النشاط الأول في كتابنا صفحة رقم 50 نجحز ألواني وأفتح الكتاب على صفحة 50 سأطلب منكم أبنائي وبناتي أن تستمتعوا بالنشاط الذي أمامكم سنستخدم الألوان لتلوين الوردة والحرف الواو ونحرص 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 ونحرص